مساء الخير لبنان بقلب العاصفة وطقسنا كانونا بامتياز مع المنخفط الجو المتمركز فوق أبروس انتبهوا بكرة من الهوى القوي والأمطار الغزيرة يلي بتتسبب للأسف بتشكل سيول على طرقاتنا مع كل شتوى ولو كانت خفيفة الهوى بكرة جنوبة غربة وقوي أوقات توصل للسبعين كيلومتر بالساعة الرتوبة مرتفعة أما احتمال الشتب يتخطس سبعين بالمية بشوي يعني بتشتي بمعظم الأوقات جولة على درجات الحرارة بكرة بنهار منبلشها مثل العادة بالعاصمة بيروت 16 درجة دير الأمر 12 وكفر دبيان 4 درجات بالليل الحرارة عم تنخفض بشكل ملموس لتسجل 9 درجات ببعقلين 3 بفقرة و6 درجات بجديدة ببيروت وعلى الساحل الهوى جنوبة غربة الرتوبة 70% أما موج البحر بيوصل ل3 مطار على الجبال الرتوبة 95% بسبب الغطاية الكثيفة أما الحرارة فعم تتراوح بين 3 و10 درجات وبتطلج على 1600 متر وما فوق ننتقل هلأ لتفاصيل الأيام الباقية من هالأسبوع إذن الجمعة غائم بالإجمال اللي اخطيتها كثيفة على المرتفعات وحدة الشتة بتزيد بعض الظهر وبرفق الرعد والبرق والهوى القوي فمنحذر مثل العادة من تشكل السيول على بعض الطرقات سبت السيناريو زيته عم يتكرر شتة رعد وبرق والاخطاية عم تبقى كثيفة وبتطلج على 1600 متر وما فوق لأحد احتمال الشتة بينخفض للـ 15% يعني بتشتي بشكل متقطع ومنشوف انفراجات واسعة خلال النهار بس كمان انتبهوا بالليل من التصحيد بسبب الجليد يلي ممكن يتكون على بعض الطرقات الجبلية تانين بتبقى الرطوبة مرتفعة واحتمال الشتة 25% 12 كانون التاني هو يوم العمل بجدية أكبر وهاليوم المميز من السنة بيتحدينا لنتجاوز حدودنا المعتادة لنحقيق المزيد من الانجازات هذه كانت أحوالنا الجوية تصبحوا على ألف خير